يا مساء الخير على أحلى رفقات بالدنيا كلها لحقلكم رفقاتي لأنه عن جد أنتم مثل رفقاتي عن جد كتير شعور حلو أنه أنت يكون عندك رفقات كتير بحبكي وبتحبيهم وعن جد وقت بسجل الصوت بحس حالي أنه ما عم بحكي مع حدا غريب عم بحس حالي أني عم بحكي مع رفقتي على الواتس آب أو هيك كتير شي حلو عن جد صبايا هنا أنتم حتستغربوا أنه ليش نزلت لكم الفيديو اليوم الأحد المساء يعني حينزل الفيديو أنه ليش نزلت لكم مع أنه أنا قلت لكم سبت وثلاثة رح ينزل الفيديو للصراحة حسيت أنه وقت عم نزل سبت وأحد في مسافة بين السبت والأحد فعم يصير معي كتير مواقع عم يصير معي يعني أحداث وهيك فقط عم نزل لكم الفيديو عم بحكي حس حالي عم بحكي الأحداث اللي صارت معي و عم بصير الفيديو كتير طويل يعن فيه بنات عم يقولون ينشك عم تطولي الفيديو مبارح مثلا نزلت فيديو كان أربعين دقيقة فأنه من دون يعني من دون قصد عم بحكي لكم الشي اللي عم بحكي لكم شو ساويت شو عملت هيك يعني لأنني أتأخر عليكم بتنزيل الفيديو فهيكا حسيت أنه قلت كل ما بصير معي اشتريت شي أو كذا خلاص بدي نزلكم الفيديو وبحكي لكم هيك بصير الفيديو ما بيكون طويل عليكم عرفتو وبضل بطلة عليكم فهوني مثل ما شايفين كنت عم بخسل هي اليوم كنت عم بخسل الصباح حطيت وجبة غسيل بالغسالة لأنه شايفين هاي السلة هي السلة مبارح جبتها كتير حلوة كتير كتير كانوا عملينا عليها عرض ما توقعت سعرها انه هيك صاير بهذا السعر لأنه هي كتير غالية يعني هي سعرها خمسمية وستمية وهيك فك عملينا عليها عرض فكرتها أنا مكسورة أو شي بس يعني فتشتها كعدد دور فيها إنه إذا فيها شي ممليح أو كذا ما فيها شي يعني هي مجروح شوي من على الجنة بس إنه ممأسرة بس إنه ينزلوها بهالسعر لأنه شفت كتير من هدون السعر كتير بحبون هيك بحسون كتير هيك أكابر وكذا كلها هاتون غاليين فاستغربت بسعر إنه كيف هيك صارت فهاي السلة مثل ما شايفين هي فيها بقلبها شو اسمه هيك أماشي أماشي بتنخطع من جوة يعني وبتطلع هيك الأماشي لبرا هيك شوي كتير حلوة يعني يعني بعمل أماشي بتطلع أحلى يمكن لقماشي لونة خمري ولا ما أتذكر بس هيك لونة خمري يمكن هي هلا بالغسالة مبارح أول ما جبتها حط قمت اللقماشي وحطيتها بالغسالة ومسحتها كلها من برا مسحت الخشب كله هذا من برا من برا كله مسحته كان مغبر لأن بخيته مسحته وهي قلت الأخسال هاي اللقماشي فبهذا الفيديو لا تشوفوه مع اللقماشي بس عن جد مع هاي الشقفة تبعها كتير حلوة وكبيرة شايفين بدي شيل هاي بدي شيل هاي السلة اللي هون بدي شيلها وحط هي بدالة لأنه نغراض المطبخ اللي أنا جايبتهم كلهم لحيكون لونه دهبي بني بيج هاي الألوان تدرجات هاي الألوان عرفتو فالهي السلة لونه على تفاحي فما بيلبق أبدا مع مع الديكوري اللي بدي ساويه بالمطبخ اي فاهي وهذا الكرسي عمله حالكم ما شايفينه لأنه الصراحة أنا كتير متزاولة منه يعني بدي كبه حتى أختي وإمي وقت بيجوا لعندي بيقول لك أين تم بدك تكبي له هالكرسي بقى بس أنا بدي جيب من هذا الكرسي مون كرسي لأنا ليش حاطته مبعد عليه أنا بطلع عليه بجيب من الخراسين من فوق بجيب هيك الغرض لأنه أنا شوي قصيرة فمن فوق الخراسين ما بحسن طول الرف الفوقاني فبحط هذا الكرسي وبطلع بجيب الغرض من فوق فاللي بدي جيبه أنا بدي جيب هذا درج هيك بيجي خشب درجتين عرفتوه كتير هيك كمان منظره حلو لو حتى يتي هيك على الجنب منظره حلو والجودة تابعه كتير ممتازة بس هو غالي غالي فبدي جيبه لحتى يعني يصير الوقت يعني لحتى جيبه أول ما أجيبه لحكي بهذا وخلص منه مثل ما شايفين هاي الصبح تلكم أن زوجي كان مسافر سبعة أيام لا ثمانة أيام كما صلوا مسافر فرجع من الشغل من السفر يعني فشربنا قهوة الصبح مثل ما شايفين وهون هاي الممسحة هاي الممسحة بارح بالليل مسحت فيها هاي السلة اللي عم أرجيكم إياها كتير كانت مغبرة فالممسحة توصخت كتير وما نطفت معي حتيت لها صابون وكزا ما نطفت معي فاللي عملته إنه غسلت حتيت لها شوية ماء وهذا ودوها غسيل وحتيتها على الغاز يعني لحتى يروح هذا الوصخ اللي على الممسحة ايه وهذا ومتل ما شايفين الأرض مبارح كتير مبارح هيكي حطينا عاشا وهيكي زوجي يعني وقت تعرفوا انتو رجال وقت بتفوت على المطبخ قدي بتوصخ وبتعمل بالأرض وبتكبكى بمي وهيكي فشي يعني منظر مو حلو أبدا فاللي عملته كنسته بهاي الميكنسة عن جدها الميكنسة كتير زريفة طبعا هاي الماركة اللي أنا جايبتها مو كتير منيحة فيه ماركات أحسن بس هاي كانت من سنتين جايبتها كانت أرخص شي يعني كان كان معي مئة ليرة بتجيب متنسة هيكي اللي بتنشحن مئة ليرة تمام فهي هاي كانت موجودة ايه أرخص شي بالسوق بس انو زريفة يعني ما بهشي اللي فيه ماركة في ريبس وفقير ومدرشو هدلون كان بيجوا غالين ميتان وثلاثمية بس أنا بنصحكم بس هاي يعني عم تخدم معي بس هاي يعني عم تخدم معي بشو كنست الأرض كله من الوسخ والغبرة وهيكي وبعدين بهي الممسحة بخيت ومسحت الأرض في بنت سألتني عن هاي الممسحة لانه كيف بعد استعمالي يعني لقيلها زريفة وبنصحكم فيها عن جد صبايا كتير كتير زريفة عن جد بنصحكم فيها لانه عن جد ممتازة يعني انا هي قزة بتنكسر او بتنتزع لحجيب غيره ونفس البخاخ شفتوا هذا السطل الثاني اللي بتحطوا فيه مي وهيكي وهذا وفيه إرنية للتنشيف وهي كتير فيه صبايا بسألوا عنه لا ما بجيب منه لانه بياخد مكان والمي اللي بقلبه بدك تكبيه ستتوسخ وبدك تكبيه وتعبي مي ثاني اما هاي لا هاي خلاص هاي الانينة تبعا خلاص بتعبيها بتعبيها مي وخلاص ما عدت هذا يعني ما فيه داعي وقت تمسح يتكبي المي الوسخة ترديت عرفته بس الممسحة بتغسليها فحسيتها اسهل حسيت مكانها مبتاخد مكان بس شو العلة تبعا ادتلال الصبية اللي سألتني العلة تبعا شايفين هاي البخاخا اللي فوق وقت تتخلص بشيلة وبعبي مي وبعبي عطر يعني مو عطر للارض بعبي بقلبها فوقت بيجي لحطها وبجي لبخت يعني مرة كأنه بفت لهوا مدر شلون يعني بفوت هوا بقلبها او شي فمن فوق بتعلق وقت بيجي ببخ فيها بتعلق من فوق هي الكبسة بتعلق ما عام لكم كأنه فيها فيها هوا او شي فبضطر اني قيمة مرتاني ثلاثة لحتى تنفس ما بعرف يعني بتطلع الهوا منها او شي ما بعرف شو مرتاني طلعتها بقيمة لحتى تريد ترجع مثل ما كانت بس بجد صغريفة ممتازة عام لكم انا ما حقلكم شي انا اه هذا يعني ما جاييني شي من الدعايات وهذا انا عام بعمل فيديوهات لشغلات بتفيدني انا يعني انه خاصة صغريفة فما رح اقذب عليكم كتير ممتازة واذا بتنتزع لجيب غيرها ممكن جيب غير ماركة يعني بس انه هاي هاي يعني هاي شغلة البخاخ والكبسة من فوق وهيك انه تمسح يعني جد كتير مريحة فمنصحكم تجيبوا منا بس اذا في ماركات احسن تجيبوا ماركات احسن اه فمتل ما شايفين مسحت الارض كتير صارت المعلمة على الارض وهي الممسحة غسلتها بس تعرفوا شو هاي الممسحة في منا هيك بيجيبي علب حق تلاتين ليرة لحالة الممسحة صبايا تلاتين ليرة هي كتير زغيفة وما بتخلي الارض تجلغم او تمشح فعندي واحدة بديجيب واحدة تانية بس حق تلاتين يعني اذا كان عندي هيك تلات مماسح هيك انه تلات مماسح منا كتير زغيفة انه يكون عندك تلات غيارات عرفتو فان شاء الله بديجيب بديجيب تنتين هيك حطن على الجنب انه مثلا بمسح المطبخ بوحدة بمسح غرفة القعدة بوحدة هيك ما بتتوسخ عرفتو يعني لكل غرفة عملوا واحدة كتير احسن وبتنضف الغرفة احسن فهون بعد ما هي الممسحة التانية غسلتها ما كتير نطفت للصراحة انا غلط مني انه مسحة السلم بارح فيها يعني ضل فيها بقع بس المهم يعني انه عقمتها وبعدين صورتلكم شو جبت غراض من الموقع شوفوا هادا اول غراض هادا اول غراض هي هاي بتحطي فيها المعالق معالق الخشب او او السبتولي او هالقصص يعني هاي شوفوا وين اللي حطها هوني جنب البتوغاز لحشيل كل هدون كل هدون لحشيلهم حتى الصينية وكزا ما حخلي هون غير هاي هاي وحط فيها المعالق اللي انا بستعملهم فقط لغير ما رح حط فيهم غراض ما بستعملون اما الغراض اللي بستعملهم كل يوم اما الغراض اللي بستعملهم كثلت اربعة يوم بدي حطهم بالدرجة عنجا تخففوا غراض على المجلة بصير هيك اسهلك بالتنظيف اريح لعينك عرفتوا فكتير عاجبتني شوفوا كتير جودتها منيحة ومن تحت هيك مسقبة كمان مشان انه ازا فيه مي او كزا ينزل يعني ما تضل من هذا اتعبي مي فكتير حبيتها وكتير زريفة وجودة تبعها كتير ممتازة وثاني غراض هدوني 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 متل ما شايفين هاي هنا خشب بس الخشب تبعه مؤاسي يعني اذا عملت هنا هايك بايدك بطوقوا بس كتير كتير حبيتهم عجبوني كتير هايك لحطن هوني على الهوني عند البتوغاز من ورا لحقيم هاي اللونة زرقة فاتح لحقيمها ولحطها ورا ولحقيم هدوني يعني بس لح خلي هوني عند البتوغاز هدوني هاي اللي ارجيكم ياها هاي السودة الخشب بس بيطلع هيك منظر راقي وحلو ان شاء الله بس لأعمل هاد المطبخ لح ارجيكم كل شي تعطوني رأيكم بس انا كتير حبيتها عا فكرة انا وقت وصيت هاد القلب شايفينه هاد القلب الخشب ما يعني بالصورة ما موجود بس هني مخربتين ممكن وحاطين قلب زيادة يعني ما بعرف ليش حاطينها بس هاي مخربتين يا هنن حاطينها الظاهر زايدة عندهم حاطين ليها بسيعة الصورة يلي وقت وصيتها على الانترنت ما كانت موجودة وكتير عجبوني كتير حلوين في لون تلزيئة من ورا شايفين هدون الأحمر هاي اللي زيئة الحامرة بتشيليها بتحطيها بتلزيئة على الحيد كتير عاجبتني والغرض التاني سانوا رأي شوف شو الغرض التاني هاي الشغلة التانية اللي جبتها اللي بتحطيها جنب الغاز وقت بديك تحركي بالمعلقة مثلا مشان بتحطي المعلقة على المجلة وتتوسخ المجلة بتحطيها عليها فكتير كتير حبيتها جبتها خشاب لانه انا متل ما قلتلكم اغراضي كلها تحت تكون خشب ابيض هي التدرجات هي الالوان كتير هيك بيعطي يكون هيك المطبخ راقي اكتر عرفتو ايه وهادي هيك ولا وتتطلعي هيك بتحسي انه اه المطبخ واسع اكتر بيكون اكتر انه بتجيبي الوان فوشيا وزهر ومدرشو تحسي فيه عجقة اكتر اما هيك بيكون ارتب اه فهون اللي حطها شايفين انا عندي هاي الموردة عنديها صلى ثلاث سنين اربع سنين فلح شيلها وخط هاي شايفين شو راقية كتير حبيتها وهاي اه عفكرا هاي الماركة عندي ياهم فنجيني القهوة نفس الماركة كتير يعني ممتازات هاي الماركة فنجيني القهوة وهي تبع اللي حاط فيها البن والسكر والملح وهي الصينية كمان كمان كلهم من نفس هاي الماركة فكتير حبيتها والغرض التاني اللي جبته هي هاي 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 الازريعة هاي اصطناعية صبارة يعني اصطناعية بس كتير هيك تقيلة تقيلة يعني بالحمل تقيلة شايفين جبتها صغيرة منشان ما بديها هيك بدي حطها هوني على المطبخ على المجلة مطبخي كتير صغير مشان ما ياخد مكان فكتير حبيتها وكتير راقية على فكرة هادة اللي هيك يحطينه وفيها مبعد شو هادة شو قلولو حجر فتقيلة كتير وكتير حبيتها وكتير راقية انتو عطوني رأيكم فيها والغرض التاني هي هاي هاي العلاقة هاي العلاقة شايفين هاي العلاقة والسلة تتذكر وقت رحت على المية واحد مرة قلت لكم انو انا كتبت يجيبها مطلعك بس السلة لحالة اي فانا لا وصيت عليها من الانترنت العلاقة والسلة مع بعض مثل ما لكم شايفين لحطها هون هون بهذا المكان لحشيل كله كله من هون هاي كله الالوان كلها هشيلة بس هاي هاي شايفين هاي بس لحخليها ولحط بقلبه شي جبت ممالح وفلفل هيك خشب وجبت هيك زيت زيت الزيتون وزيت زيت النباتي كمان هي بحمالي خشب كمان من انترنت جبتهم بس سا ما وصلوني وما حبيت طور كنت بدي استناهم بس اذا بدي استناهم بدي يطور الفيديو كتير يعني فقلت خلاص بس ليجوني بصور لكم ياهو وجبت هاد السطل شايفين هاد السطل زبالي لحطه بدال هاد السطل اللونه تفاحي هيك ارقة شايفين لونه راقي هيك على ما بعشو مو هو هو مو لونه ابيض هيك سكري كتير حبيته كتير تقيل فلحطه بدال هاد السطل شايفين ادي هيك بس لحاله هاد السطل حطيت هاد السطل حطيت هاد هيك صار منظر حلو عفكرا صبايا بدي انصحكم تشي في بنات ما بيحبوا حطوا سطل سلة يعني ما بيحبوا حطوا سلة على المجلة بس انا بحس انه واتحطي سلة على المجلة وتشيلي الوسخ من المجلة على هاي السلة بحس انضف ما تكون السلة بالارض لانه انت وقت بتقيميل الوسخ وبتنزل تحطيه تحطي الوسخ بالسلة تبع الارض اللي حينققت مي عرفتوه حيوصخ لكم المطبخ فابدا يعني ما حبيتها انا كنت اعمل هيك بس ابدا حسيت المطبخ دائما موسيق فحسيت هيك انضف بكتير شغلية تعليف يحطوا سلة مفتوحة على الخراسطين كمان منظر مو حلو انه يكون مبين الوسخ وهيك ما حبيتها كمان مرة جبتها وكبيتها يعني ما حبيتها شغلة الثانية كمان في ناس بحطوه السلة بقلب المجلة من تحت قلب الخراسطين كمان ما عجبتني كمان انا جربتها وتأجي افتح الخراسطين الخراسطين كلها تتنقط مي ووسخ ونقط هذا المي على الخراسطين من تحت والمجلة كمان ما حبيتها انسب شي تعطيها على المجلة بيضل نظيف وشغلة الثانية شفتوا السطل القديم هاي انا وقعت فيها انتوا لا توقعوا فيها هاي الغلطة انه تجيبوا السطل للمجلة يكون محفور يكون محفور ومزخرف لا تجيبوا لانه كثير بيعزبكم بالتنظيف والمسح عرفتو تجيبوا هيك يكون سادة يكون سادة احسلكم مشان المسح والتمسحي ما بيحشي فيه وصخ ابدا انا هاي يعني نصح نصيحة تبعي لكم لاني انا جربت الطرق التانيين وهاي احسن شي عنجد حسيت حالي عم بحكي بسرعة 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 مشان ما يكون طويل الفيديو عليكم ان شاء الله ما يكون طويل الفيديو ان شاء الله ما تكونوا مليتوا مني اذا عندكم هيك نصائح او شي كتبوا ليها بالتعليق لانه عنجد واحد بحب يعني بحب ياخد افكار انتم بتاخدوا افكار مني انا باخد افكار منكم هيك مستفيد اكتر ااا ان شاء الله يكون اعجبكم الفيديو از حبيتوا ما تنسوا تعملولي لاكتش تركوا بالقناة وعنجد اذا عندكم رفعات اصدقاء اااااااااااااا از عنكم رفعات اصدقاء اخوات انشروا لي الفيديوهات انشروا لي قناتي عندهم يعني مشان تكبر قناتي اكتر بفضلكم بحبكم كتير عن جد بتمنى لكم كل خير وسلام